في القصة نفسها وفي الهصة اللي حصلت بعد البطولة وبعد الفوز نادي الزمالك بكتورة الكنفدرالية وحفجأك بحاجة على الهواء بخطاب سيروك بتبقى مفاجأة حلوك لا لا مفاجأة مهمة جدا جدا وانا عايزك يعني هتتكلم معايا فيها لان انا هعرضها للمشاهدين دلوقتي وانفراد خاص ببلاص تسعين هايبان هنا عشان عارف يشوفها هعجبها هنا دلوقتي يا احمد عبد الحميد بعد اذنك هتلنا دلوقتي على الشاشة اللي هيتعيرت دلوقتي قدام حضراتكم ده جواب من الاتحاد الافريكي لكرة القدم مرسل الى تلات اطراف من التلات اطراف الاتحاد المصري لكرة القدم النادي الاهلي نادي الزمالك بحكم وجودهم في نهايات الافريكية او نهايات البطولات الافريكية الكنفدرالية الافريكية ودوري ابطال الافريكي ده خطاب مهم جدا اعرض يحمد يلا ها ده خطاب مهم جدا حيسرت فيه وحيبان مين ممكن يكون بيتحمل مسئولية الفوضى اللي حصلت بعد انهاء الكنفدرالية وانا النهاردة بيشرفني وينورني لو استاذ ابراهيم عبدالله تحديدا عضو لجنة مراسم الكنفدرالية عشان حسأله وحوجهله بعض الاتهامات اللي قدت في الاخر او اللي قدت في الاخر ان يكون فيه المشهد ده اللي اسألين كلنا كرياضة مصرية الجواب اللي قدام حضراتكم ده الصفحة الاولى اللي حرككم شايفينها الحتة اللي محمول عليها احمر دي دي نركز معا باستاذ برايك دي اللي بيقول فيها الاتحاد الافريكي لكرة الكلم احنا مسئولين عن تنظيم او ادارة ونجاح البطولة او النهائي تمام او او respondsmash يعني احنا المسئولين عن المباراة النهائية انا كان ممكن اعرض الخطاب ده قبل ما ينضميي لي استاذ ابراهيم عبدالله. بس عشان انا محتاج استفاد به في اطول وقت ممكن لانسا عندي فقرة تانية حواريه ما كانت تشوفها فضيل بخصوص الاهلي وماتش اللي جاي. فانا اصريت ان انا اعرض الخطاب ده وافاجي بيه لستاذ ابراهيم عبدالله. ايه رأيك في الخطاب ده? يعني انت كده اه اه اختصرت عليك? اختصرت كل حاجة. اه. لان احنا انا نادي زمانك مش موضع اتهام عشان حد يدفع عنه. مم. ولكن احنا عارفين اللوايح. اتحاد الافريكي. هو المسؤول عن تنظيم البطولة. هو المسؤول عن تنظيم المباراة نهائية. اه. وفقا للوايح وملحقات اللايحة الاساسية للاتحاد الالستاتيس. اه. بملحقاتها. اه. هو المسؤول. مش بس مسؤول. زي ما حقك كده 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 في الجواب. ultimate responsibility for management and success of competition including organizing the final match. بالضبط. هو الاتحاد الافريكي بيول كده. هو بيتحمل المسؤولية الكوسوى لتنظيم المباراة وادرتها. لتنظيم المباراة. وكمان مباراة نهائية. اه. تنظيم هي المباراة نهائية. كلام ده الجواب ده محدد زي ما حقك جده جبته. على المباراة نهائية فقط. وكان بيخاطب فيها نادي زمانك والنادي الاهلي زي ما حقك قلت كده وبانت من الجواب. اه. ده الجواب ده بالمناسبة بتاريخ اتنين مايو. اه. اه. زي ما حقك شايفين كده. اه. اتفضل. وكان محدد كمان زي ما 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 حضرتك كده شايف. هي حدود الاختصاصات. اه. ومين المسؤول عن مين. اه. يعني مين المسؤول عن ايه. رقم واحد. ايوا. اتحاد الافريكي بيختر نادي الزمانك رسميا. ان انا بصفتي الاتحاد صاحب البطولة. ايوا. والمنظم ليها. اه. والمنظم المباراة النهائية. اه. اللي هتتلاعب في ملعبكم. اه. انا اللي عند الالتمت للإدارة والتنظيم. بالزبط. لهذه المباراة. اه. ده رقم واحد. ماشي. ده المباراة في الجواب. ده الجواب. بالزبط. ازاي بقى. اه. من مجموعة خطوات وهو زكرها في الجواب. ما ده بقى اللي احنا نعرضه يا جماعة في الورقة التانية او الصفحة التانية من الخطاب. اول حاجة تختص عشان اختصر عليكم يعني تختص بالتذاكر والدعوات. المسؤول عنها الاتحاد الفريق. الانفتيشنز اند تيكتينج. اوكي. واتكلم كمان على اه الامور اللي بتتعلق بما بعد المباراة. في اكتر من خطوة مهمة جدا. الحضور والساعة بتاعت الاستاذ. ده هو مش بقى بالزبط كده. انت بتكلم الاول. اتباعة التذاكر مسؤولية مين? اه. اتحاد الفريقي. زي ما حيك شايف على الشاشة كده. اول واحدة كده. ايكاف والهندل. ده بروديكشن. بالزبط. Sailfish of all invitation cards for VIP. dv v v a b. هاي المأسورة الرئيسية والمأسورة الامامية. اه. الاكتر من كده. ان هو طلب. ان هو هياخد خمسين في المية. اه. من تساكر ال vi ob وال VI وده اللي اعترض عليه الكابتن احمد سلمان. تمام. بس هو بس مش مكان مجرد الاعتراض بتاع الكابتن احمد سلمان لان كان فيه كلام تاني ان ان هو. ده جواب ده أتباعة التواهج. تسيا ما حاطبنيش انكابتن AMP سلمان سبيل الجلسة. لا ما نقول له حدك ليه. اه صراحة مع هنا بقى فيه قرار السيادة بمعنى ايه؟ مع كامل احترامنا للفيفا والاواحة والاتحاد الدوري والاواحة المنصق العام للمنظومة الرياضية في العالم هو ايه؟ المثاق الالومبي المثاق الالومبي بيحترم السيادة لكل دولة فحضرتك لما تيجي تبقى في الاجتماع ده غير ان انت تقول 50% و50% اوكي لا احب تقول كده حقيقة تفضل وده اللي كابتان احمد قاله بس هو تداول بشكل مش سليم لكن الاتحاد الافريقي طلب قال كمان ايه؟ ان ما يدخلش الشرطة المصرية لتنظيم المباراة لا لا بجد او الله لا حقيقة ايوة انا بكلمتك ازاي يقول حاجة من اللي هيأمن لان هم بيأمنوا بشركات خاصة وقالوا بس احنا محتاجين زابط بردبة كبيرة للتعاون معنا والتنفيق معنا في حال احتياجه وده النقطة اللي اعترض عليها كالتان احمد سليمان لأ حضرتك في الاخر ده سمعة النيدي وسمعة البلد اللي بتنظم احنا ممثلين لجمهورية مصر العربية اجيد فما تحطش عليها شروط تعثفية اه انا كمان اقدر اقدرها وما تفردش عليها شرط ان انا محط الشرط اه وده الاعتراض اللي اكتنا احمد اعترضوا عليه ده كان مهم جدا 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 فيه بعد الجواب ده تلات اجتماعات ده الاجتماع الاول اللي اكتنا احمد حضرته حصل تلات اجتماعات بعد اه لا بعد الجواب ده على المراسم وادارة المراسم اجوا ها ومين اللي ينزل ومين اللي يقعد زي ما حاجت شفت كده في الجواب ايه كمان غير الفيفا ان هو كان مسؤول سوري الكاف هو المسؤول عن تباعة التزاكر والدعوات والدعوات وانه خد خمسين في المية هو حجز لنفسه كمان تسعمية وخمسين مقعد زيادة اوكي في الفقرة اللي تحت اه خلاص اه تمام ومين اللي هينزل الملعب بها بالنزول بخلاف اللعيبة خلاص رئيس الناديين ومسؤول الناديين واسر اللعيبة ماشي وتقدم بيهم كشف بالكامل بالاسماء 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 طب بقيت الناس الناس الديين اكمل لها حضرتك واتلع لهم الاي دي الاتحاد الافريقي هو المسؤول الوحيد عن تباعته ماشي خلاص وتتحدد لهم مكان للجلوس فيه اول ثلاث صفوف في المأسورة الامامية عشان يبقى نزولهم ساق وينزلوا امتى بعد تسليم التلاث صفوف القرابين من ملعب او التلاث صفوف القرابين من ملعب يبقى احنا اتفقنا ان الكاف هو اللي طبع الاي ديز بتاعة القصة زي ما طبع للعيبة وكل المشرفين زي ما هو كاتب هناك طبع كمان للقصة للعيبة وحدد لهم اماكن للجلوس وقال ينزلوا امتى انزلوا امتى بعد الانتهاء من مراسم تسليم الكاس طيب بما ان حضرتك وزي ما حضرتك الجواب كده بيذكر بيقول ايه انا المسؤول عن التنظيم ومع كمان السلطات ومع كمان